شفت البرزنتيشن يعني رائعة وحنتكلم فيها باستفادة أكتر ولكن حضرتك عايز نتكلم الأول على نبزة كده عن بنيا سيستمز ووجودها في المؤتمر النهاردة طيب بنيا سيستمز هي إحدى شركات مجموعة بنيا القبضة بنيا سيستمز سيستم انتجريتر بنشتغل في أكتر من تكنولوجي بنكافر تكنولوجي كتير زي مراكز البيانات بنشتغل في أمن المعلومات بنشتغل في المجال بتاع الشبكات بنبني السيستمز دي أو بنبني الأنظمة دي بنعمل نعمل نعمل تكامل ما بين الأنظمة وبعضها في الآخر احنا النهاردة بنحتاج ان احنا النتورك تشتغل مع السيكيريتي تشتغل مع الداتا سينتر أو السيرفرز أو الستوريج اللي موجودة علشان نوصل للأبجيكتف بتاع المشروع أو الانفيرومنت اللي احنا بنبني علشانها الكلام ده يعني بيبقى فيه كذا حاجة انتر ريليتد مع وعد علشان تقدر توصل للأوتكام اللي انتو عايزين بالزبط يعني النهاردة اي داتا سينتر او اي مركز بيانات بيبقى لي مجموعة مكونات المكونات دي عبارة عن بنسميها الحاسبات الخادمة او الخوادم او زي ما بنقول في شغلنا بالسيرفرز النهاردة عندي مراكز او اماكن تخزين اللي هي الستوريج انا محتاجة حط البيانات بتاعتي على ميديا معينة او ديفايسز معينة اللي هي الستوريج عندي محتاجة اوفر تشانل علشان الانتقال او نقل البيانات دي اللي هي النتورك بتاعتي سواء لمستخدمين جوة الشبكة بتاعتي او لمستخدمين على الانترنت او مستخدمين في محافظات من خلال شبكات مغلقة لو اتكلمنا مثلا على شبكات خاصة بالحكومة او بعض البنوك اللي تتخدم شبكات مغلقة النهاردة بعد ما بنيت الكلام ده كله انا محتاج ان انا اأمن الانفيرومنت دي اوفر السكيورتي سلوشن على اكتر من مستوى انا برضو لو اتكلمنا على حتة امن المعلومات بحكم ان هي التخصص بتاعي في الشركة احنا بنشتغل على الجزء بس الحتة دي الناس كتير اوي بتبقى الانة منها وحتة السايبر سيكيورتي وامن المعلومات وطب والبيانات دي هيحصل فيها ايه يعني دي بتبقى الناس كتير اوي لسه مش قادرين يدركوا الموضوع دي عامل ازاي هي حاجة تقلق طبعا لان احنا بنتعامل مع بعض العملاء اللي عندهم بيانات حساسة زي مثلا البنوك او بعض الجهات الزواجومية يعني بيانات مش مفروض يساء استخدامها او يتم توظفها بشكل مش مظبوط فاحنا الوظيفة بتاعتنا ان احنا بنوفر مجموعة سيكيورتي كنترولز او ادوات بنحكم بيها طريقة تدول البيانات طريقة الانتقال بتاعها مين من حقه يعمل ايه امتى كل الفاكتورز دي او كل العوامل دي بناخدها في الاعتبار واحنا بنبص على انفيرومت معينة وبتختلف من انفيرومت للتانية او بختلف من بيئة للتانية بمعنى اننا النهاردة لو انا بشتغل مع عميل في القطاع المصرفي غير ما بشتغل مع عميل في القطاع بتاع الاويل انجاز او الشركات البترول غير ما بيقى في مبادرات وانشتفز من قطاعات مختلفة يعني شوفنا مثلا النهاردة بريزنتيشن عن البنوك والبنك عامل ايه فده بيبقى في تعاون بقى معهم او لا بيبقى دي الضبط يعني احنا النهاردة شوفنا البريزنتيشن بتاعت دكتور شريف دكتور شريف بالزبط احنا اكيد فيه تعاون متبادل ما بيننا وما بين البنك المركزي هما بالخبرات اللي موجودة دكتور شيرف طبعا مستاذنا كلنا بالتيم اللي موجود معاه احنا من ناحيتنا بالتكنولوجي احنا يمكن عندنا اكسبوجر او عندنا يعني انفتاح اكتر على تكنولوجيز كتير فندورز كتير مصنعين كتير بنقدر نفاضل ونختار الانسب لكل كاستمر او لكل اندستري ليها الاحتياج بتاعها وده عشان يمكن قطل حرورتك في الاول كل انفايرمنت او كل بيئة ليها الاحتياجات بتاعتها انا لما هروح اقمن بنك غير اما هروح اقمن جهة حكومية غير اما بتعامل مع كوميرشل او حاجة ريتيل محلية طب ويالجهات دي بيقاليها متطلبات وحضراتكم بتشوف المتطلبات عاملة زي وبيزد على المتطلبات دي بتقدروا تدو السوليوشنز معينة يعني انا لما بقعد مع عميل مثلا النهاردة عايز يأمن السيستم بتاعه والانفايرمنت بتاعته لازم ابقى عارف هو البزنس بتاعه ايه الابجيكتف بتاعه عايز بيكلم مين عنده بيانات حساسة ولا لأ حساسة بمعنى النهاردة هل عندك بيانات فيها عمليات خاصة مثلا بالكريدت كارز فوركزامبل مثلا يعني شكل البيانات اللي عندك عامل السيرفوس والشانلز اللي انت بتتداول فيها البيانات دي من خلال تطبيق على الانترنت ولا من خلال الايميل ولا من خلال ايه بالزبط كل دي عوامل بتخليني افكر او ازاي اوظف السيكيوريتي كنترولز بتاعتي علشان احقق له اكبر نسبة من الامان وهو بيتعامل او بيتداول البيانات دي اشتركوا في القناة